تعالى نروح لسيناريوهات المباراة كده لو استقبلنا هدف لا قدر الله في بداية الموش إيه المطلوب من كروش عشان يحاول يعادل النتيجة بص احنا لو تحفظنا دفاعيان هنخسر جاند أي تحفظ دفاعي نحن تحفظنا ده حي نازم يتوازن أي تراجع دفاعي هيخسرك جامد ليه؟ لأن الفرقة دي كويسة جدا الفرقة عندها كل الإمكانيات اللي ممكن تتخالها هجوميا ودفاعيا انت هتبقى رياحة الدفاع وهتبقى رياحة الجون بتاعهم وهتبقى رياحة نص الملعب كل دول هتحاولوا المهاجمين مش هيبقى عندك بس 3 مهاجمين انت حاملها مهم انت لسا متكلم في نص الملعب اللي عنده انسجام وعنده قدرات هجومية جبارة فانت نص الملعب ده فجأة هيتحاولوا هم كمان مهاجمين فانت بدل ما بقى عندك 3 مهاجمين بقى عندك 6 لو تحفظت دفاعيا انت دخل فيك جون آه بس هتتحفظ دفاعيا التلات مهاجمين دول هايبوا 6 لأ انت محتاج تفضل وحافظ على الهدوء بص المبارات الكبيرة دايما بيحسمها الهدوء والتفاصيل حافظت على هدوءك ولعبت أدائك المتوازن هتقدر ترجع في المباراة ودايما دور على الهدف يعني انت دايما اسعى ان انت لازم تسجل هدف لازم تسجل بدري تسجل بدري هتوطر الفريل قدامك هو نفسه هيبدأ يلعب على الأداء المتوازن او حتى هيبدأ يهاجم كلما الوقت اخده كلما الوقت ميشي معاه هيبدأ هو يهاجم هاجم فتح خطوطه خلاص ادك فرص أكبر فانت لازم لازم تدور على الهدف ما ينفعش خالص الترجع الدفاعي في كل الأحوال سواء انت كسبان أو خسرون هيبقى خسارة كبيرة لنا هيحطنا في موقف صعب شفنا ده في مباراة ملاوي او مالي في مباراة ملاوي العفوان في المباراة السابقة المنتخب المغرب استقبل هدف واللعيبة تحولوا بشكل غير طبيعي في نهاية الشرط التاني انهم يمتلكوا الكرة يصنعوا اكتر من فرصة لحد ما ادركوا التعادل قبل نهاية الشرط الاول وخلاص مسكوا الماتش هما بالبلد يفتون في الثمانتاصر ما تدهمش استحواز بمعنى صاحب ايوا احنا لو عملنا كده ما هو ده اللي بتكلم عليه انت لو لو لقيت نفسك انت في موقف ملاوي ايا كان مين الدفاع الموجود بقى ان كان مهما كانت قوة الدفاع الموجود تحت الضغط الشديد ده انت هتلاقي نفسك كده كده تتوتر هتعمل بقى بدل الفاول اللي احنا خايفين منه لأشرف حكيمي ده هتعمله ثلاثة اربعة هيحط منه واحدة على ال ان شاء الله ما يحطش اه يعني انت كل ما اي التراجع الدفاعي خسارة بكل المقاييس التراجع الدفاعي لو تراجعنا دفاعيا لان نفسنا في نص الملعب بتاعنا وخلاص حصرنا هنا هم لو حصرونا بالشكل ده انت مش عارف تطلع مش عارف تطلع بقى الشكل المشكلة هتحاول بقى تلعب على الكرة المرتدة لمحمد صلاح والكلام ده ولكن هتلاقي دايما هم عاملين بلوكات دفاعية شوفت في مباراة ملوة كمان مهنجو حط كرة من بعد نص الملعب بشهر مبغتل ياسين بونو فممكن يبقى سلاحة تزديد حاجة مهمة اه مع منتخب المغرب سلاحة تزديد دايما حل دايما حل انت مهما يعني فيه مطسوات كتير جدا بتبقى متقفلة بتحلها كرة مباراة 18 شوفنا ده مع كل الناس شوفنا ده مع نادي الزمالك امام عشور حللنا يعني خلص مطسوات كتير بكرة مباراة 18 المنتخب نفسه انت كان عندك ثلاثة رص ملعب زمان بقى كابتنك كبار كابتن حسني وكابتن محمد شاق يعني ناس كاب بتخلص ايه المطش متقفل طبعه خلاص كرة مباراة طبعا كابتن احمد حسن طبعا اه طبعا طبعا كابتن احمد حسن ده كان يعني ده وستاذ اه طبعا طبعا الكور دي خلاص دي بتخلص ايه كرة مطش متقفل بتخلص كورة طبعا ده حل جابت جدا حل مهم جدا جدا وانت عندك لعيبة بتعمل ده عندك لعيبة تقدر تعمل ده احمد سيد زيزون منزل المطش اللي فات قدام كوتيفور كورتين من باراة 18 كممكن نلاقي منهم جول عمرو السولية كورتين من باراة 18 كممكن تلاقي منهم جول عمرو السولية بيتمايز جدا بالنقطة دي فانت احمد كابتن احمد بنيني يا سلام ده ده حتته انت عندك فرص كتير وعندك طبعا ده حل ممايز جدا ومهم جدا وعندك لعيبة كتير تقدر تقوم بيه ومنهم كمان اللي موجودة عددك كزي ما قلنا احمد سيد زيزون فانت طبعا ده حل لازم يكون موجود لازم تعتمد بدا